بأجواء من السعادة والسرور وبعد أيام مباركات قضاها العرب والمسلمون هنا قياما وصياما في مدينة إسطنبول يعيش العرب هنا مغتربين عن بلادهم وبعيدين عن أوطانهم لكنهم على حرص بأن يرسموا البسمة رغم غربتهم في عيد الفطر السعيد نحن اليوم أول عيد الفطر أول أيام عيد الفطر مبارك صار لنا صارت العيد وأجينا على سوسيال إحنا والأهل أفطرنا في الحديقة هذه فرصة نحن نشوف أصدقائنا وأحبابنا الجلل العربية بتيجي بكثرة على هذا المكان فهذه فرصة نحن نشوفهم نلقي معهم نتحدث خاصة أن نحن نشوفهم مش كثير المشاغل الحياة وصعوباتها فهذه فرصة في العيد أن نتلاقى ونشوف بعض نعيد على بعض وكل عام تبخير والله صراحة أن اليوم كان جميل جدا رغم أن العرب هنا كثير كثرة ومدغربين يحاولون يوم مهاضفة هاليوم العيد الثلاثة أيام أنهم يتجمعوا ويعملوا أجواء رغم الغربة وصعوبة الغربة والحمد لله على كل حال إلى الحدائق والمتنزهات تأتي العائلات العربية المسلمة لقضاء أيام عيد الفطر في ظل تراحم وتكافل اجتماعي يميز الجاليات العربية عن غيرها فهم يستمدون الفرحة والسعادة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعونا إلى إظهار السعادة في الأعياد المباركة طبعا العيد في الغربة مختلف عن العيد في الوطن ومحك لازم الاحتفال بالعيد نحن كجاليات عربية تحديدا كجالية فلسطينية تجمعنا على شاطئ البحر في واحد من الحدائق لحتى نقضي جو العيد ونقوم بعاداتنا وتقاليدنا اللي هي عبارة عن سمك مملح وعبارة عن كعك العيد والمعمول الفلسطيني هذه مجموعة الأكلات بترسم مشهد العيد طبعا بعد صلاة العيد جماعة ومعايدة الصغار ونعيش هذه الأجواء الجميلة اللي بتذكرنا بفلسطين وبنعيش هذه العادات والتقاليد ويذهب الناس إلى الحدائق ليعيشوا التقاليد الخاصة بهم وبمجتمعاتهم حيث وجبة الفطور التي يأكلونها والتي تتكون من السمك المملح والذي يتم كبسه بطرق معينة ويتم تناوله عادة في عيد الفطر وهو ما يعكس تمسكهم بعاداتهم الخاصة رغم بعدهم عن أوطانهم إذن هي أجواء معينة يحاول العرب هنا أن يصنعوها في عيد الفطر بعد شهر من الصيام والقيام يأتون بأطفالهم وعائلاتهم هنا ليعيشوا أجواء العيد سامح المدهول لقناة كربلا إسطنبول